لكن خليني بس أكمل أخبار النادي الأهلي زي ما كنت بكلم مع كريم المجلس مجلس إدارة النادي الأهلي استقرع على أن يكون محمد دماطي عضو المجلس هو رئيس بعثة الأهلي إن شاء الله هتسافر لتنزانيا يوم الخميس اللي جاي وبدأ طبعا مع كابتن خالد بيبو التنصيق فيما يتعلق بكل الترتيبات الخاصة بإجراءات رحلة الأهلي لمواجهة يونج أفريكانز مناسبة الحقيقة خالد بيبو يعني واحد من القرارات المهمة جدا اللي اتخذت واللي بتعبر لك عن إزاي مدرسة النادي الأهلي بتشتغل قندوسي الحقيقة اللي تم عارضه سيراميكا كليوباترا والحقيقة قدم واحد من أروع المواسم لي في مسيرته وتقلق بشكل كبير جدا مع سيراميكا وكان واحد من أهم نجوم سيراميكا ومش هبالغ لو قلته واحد من أهم من نجوم الدولي المصفي السنة دي تعرض لإصابة وبناء على الإصابة دي قرر كابتل خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي أنه يكلف الجهاز الطبي برأسة طبعا دكتور أحمد جبالة أنه هما يوقع الكشف الطبي على قندوسي ويعملوا كل الإجراءات المتعلقة ب يعني سلامته والإطمئنان عليه وكل الكشوفات اللازمة لحالة القندوسي عشان يضمنوا أنه هو يرجع إن شاء الله أفضل من الأول ويأكدوا على فكرة أنه الأهلي بيدعم وبيساند كل الأعبياء حتى لو كان خارج صفونادي الأهلي وأنا أعتقد أنه دي رسالة مهمة جدا جدا وموقف حقيقة يحسب لنادي الأهلي يعني نتمنى طبعا سلامة قندوسي واحد من الأعيبة اللي نتمنى إن شاء الله أنه هو يرجع لنا أفضل كمان من الأول